أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لـ 70 ألفاً فيما بلغ إجمالي الوفيات 4357 بعد تسجيل 125 حالة وفات خلال الساعة 24 الأخيرة فقط وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 4357 وفات فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ أمس بـ 1837 حالة جديدة لتصل إلى 70 ألفاً وتسعين وعشرين لا يزال 3987 مريداً في حالة حريجة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثاني على التوالي ويأتي ذلك بعد أن سجلت إسبانيا 510 وفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ الثالث والعشرين من مارس وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 أمس الجمعة بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161 852